اشتركوا في القناة ان يتم اعتقال شخص متهم بالفساد ويمنع من مواجهة ذويه هذه مخالفة دستورية ان يتم اعتقال شخص ويمنع من توكيل محامي او لا يسمح له بتوكيل محامي في ساعة الاعتقال هذه مخالفة دستورية ان يتم الاعتقال في اماكن خاصة هذه مخالفة دستورية ان يتم التحقيق خارج اوقات الدوام الرسمي هذه مخالفة دستورية يا مكثر المخالفات الدستورية في الدولة العراقية موازنتنا هي مخالفة للدستورية كهربائنا مخالفة للدستورية أموال العراق مخالفة للدستورية يصعد الدولار مخالف للدستور تمنع البطاقة التموينية مخالف للدستور تفرص ضرائب على الموظفين مخالف للدستور دولة بماذا تدار وكيف تدار ولماذا وضع لها دستور إذا كان الدستور غير معمول به خلوا الدستور على صفحة واشتغلوا بمزاجاتكم اليوم أريد أسولف بقضية لجنة مكافحة الفساد والفساد مع ضيوفي وشاركون الحديث في الحلقة الليلة أستاذ صاد المطلبي القريشي حتى ما يزعل عليه أضوء اتلاف دولة القانون حياكم الله لا 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 سياسي مستقل ممتفقين ها سياسي مستقل طلعت من الجماعة يعني؟ من الزمان جيد الأستاذ أحمد الوندي المتحدث باسم اتلاف النصر أحد المتحدثين باسم اتلاف النصر حياكم الله أستاذ أستاذ ساد جملة مخالفات دستورية اليوم اطلعت عليها وطلعت عليها الشارع العراقي واللجنة النيابية محضرها رقم 148 نشر على مواقع التواصل ونشر في الإعلام شو تقول؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لضيفكم الكريم ولك الكادر ولمشاهديكم العزاء الحقيقة يعني هو التقرير ليشير إلى مجموعة من المخالفات الدستورية المهمة والمقلقة سجون سرية يمنع القتهم من احتفاظ بممثل قانوني بمحامي يمنع من زيارة أقربائه شهدت علامات تعذيب وعلامات سوء سوء معاملة وهذه يعني احنا وين عاشين؟ يا أبcera fase نظام الديمقراطية niteقوم بهذا العمل رح يسؤل عليه بالحكومة القادمة القاضي المسؤول على هذا يحاسب عليه بالحكومة القادمة المسؤول عن هذا الملف سيحاسب عليه بالحكومة القادمة ليش بالحكومة القادمة؟��� мнا ‫لعنНеو بالحكومة القادمة؟ لأن الحكومة، هذه هي الأسف الشديد مع احترامنا لاخ الكاظمي اللي هو يعني هو أساساً رجل إعلامي ويعلم أهمية الكلمة وأهمية الإعلام شلون يسمح لمستشاريه أو لكادره أن يقومون بهذه المخالفات الدستورية هو كشخص رعي وحاسب هو قائد عام قوات المسلحة وهو رئيس الخيط هو ممكن يحاسب هذه جراءة ضد البشرية شلو تعذيب هالوقت شلو تعذيب شخصيات مهمة تعذبه وطبعا للأسف الشديد ده نسمع يعني من الجهات أخرى نسمع أنه الملف إلى علاقة بفساد يعني ده يعذب حتى ينقل الملف منها أو العقد من هذا الشخص لشخص آخر شوان يعني هال يعني أحد المتهمين هو عند عقد ويالحكومة رادي يأخذوه من مندى العقد وينطوله لشخص آخر أو لجهة شركة أخرى رفض فاعتقله وعذبه حتى يجبروه أنه ينطي أكثر من هذا أحد المعتقلين جابه ابني جابه ابنه وعذبهه قدامه ابنه وعذبه ابني قلوا له لو تعترف لو ابنك ندمه رأس هاي شو هاي واحد المعتقلين هسه بحيث قالوا جيبوا ورقة شو تريدون أعترف لكم شو تريدون على إعدامي أعترف لكم بس تتركه ابني وينحنا هذه حتى يعني يعني كنت مجوم زمن صدام حسين وعذبته زمن صدام حسين بس كنت متوقع متوقع صدام حسين هو هذا صدام مجرم متوقع أنه من يعتقلوني راح يعذبوني راح يعلقوني كله متوقع يعني هي حقيقة المعرفة أنا صدمت أنا كمواطن عراقي كمهتم الشأن السياسي كسياسي مستقل أنا صدمت من هذا التقرير التقرير النيابي وأعتقد هي بادرة خطيرة جدا على مسير الدولة العراقية إذا أكو سكوت ورضوخ من مجلس النواب يعني الجهات هذه راح تمارس راح تمارس أكثر من هذا العمل إذا اليوم هي عذبت بادش راح سوي أكثر بادش راح تغيب يعني تغيب يعني تقتل يعني نرجع للذبح بزمن بزمن ذاك الوقت يذبحوا ذبوا على القناة وكذا يعني نرجع لذاك الوقت هذا ما مقبول نهائيا غير مقبول هذا التصرف وهذه الأفعال وأنا متأكد رئيس وزراء سيد كاظمي يقبل متأكد أنه غير راضي عن هالقضية طيب إذا كان غير راضا أو ما يدري أنا متأكد ما يدري أنا متأكد للسيد الكاظمي ما يدري به التفاصيل ما يدري أنه يكون تعذيب من الذي شكل هذه اللجنة؟ هذه اللجنة لا هو شكله مو عن تقتلون العذب العالم هو شكله لكشف الفساد وخطوة مهمة جدا سيد الكاظمي شكله يعني خطوة جدا جدا مهمة لإعادة ثقة المواطن بالنظام السياسي ومحاربة الفساد والمسدين جيدة عاش جيدة بس ما أعتقد هو يدري أنه راح يعني الأمور تأول لهذا توصل الأمور أنه يمنعون محامي أنه سجون سرية أنه تعذيب نص الليل يعني يجيبون عائلة الشخص ويعذبوه عائلة المتهم هذه ما أعتقد يعني هذه وصلنا إلى مرحلة خطر جدا أنا أعتقد سيد الكاظم هذا التقرير أعتقد سيد الكاظم يرح يتخذ خطوات سريعة ومهمة لمعالجة هذا الملف التقرير هو موقع من مجموعة من النواب البرلمانيين ومعنوا إلى رئيس مجلس النواب والنائب الأول لرئيس مجلس النواب والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب لأن النائب مو من حقه يكتب يعني مو من حقه بس هو مو صحي النائب ما يكتب إلى رئيس الوزراء النائب يكتب إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس النواب والحيال إداري لمجلس النواب هي اللي تخاطب وتفاتح السلطة التنفيذية مكتم السيد رئيس الوزارة فالآن نتوقع أن هذا الكتاب متأكد أنا أعتقد يعني معروف أنه هذا أما الآن أرسله إلى السيد الكاظمي أو بصدد إرساله بكتاب رسمي من مجلس النواب وإذا رئيس المجلس النواب فشل في إرسال هذا الكتاب فهو متواطئ في هذه القضية وهذه مهمة هذا يجب أن نطلع عليها والشعب يطلع عليها هل أرسل السيد رئيس مجلس النواب أو نائبي اللي هم معنون اللي هم الكتاب هل أرسلوا نسخ من هذا الكتاب إلى مفاتحة السيد رئيس الوزارة على هذا الموضوع رئيس الوزارة ما يدري أنا متأكد رئيس الوزارة ما يدري فإذا لم يرسلوا هذا الكتاب فهذا يعني بتأكيد هناك تواطر في هذا القضية سيد أحمد حيالك الله حيالك الله سيد الله هذه المخالفات إذا كانت فعلا موجودة وفعلا كما أشار لها التقرير أو المحضر من اللجنة النيابية المرقم 148 إذا كانت فعلا موجودة وفي هذه المخالفات الدستورية ما الداعي لوجود دستور تدار به الدولة العراقية إذا كنا نخترق الدستور في كل ما نفعله في العراق في البداية تحية طيبة لجنامك وأيضا أستاذ سعد وأيضا لجمهور قناتكم الكريمة والأستاذ الموجودين بالستوريو أحب أن نوح على موضوع مهم أنه سيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واصل إلى اهتمام موضوع السجون السرية ودليل على كلامي في شهره واصل إلى اهتمام نعم واصل إلى كلامه واصل إلى مسامع موضوع السجون السرية يعني يعلم رئيس الحكومة ما راح أتكلم لك على الموضوع الحالي الآن لكن أتكلم لك في شهر الخامس أو السادس أصدر أمر ديواني لجنة مشكلة برئاسة وزير الداخلية الحالي للتأكيد حول موضوع السجون السرية وقام بنفسه بزيارة سجن مطار مثنى وأيضا كان معاه كادر إعلامي للتأكيد حول الحالة الصحية للسجناء في المطار بعد ما وصلت إلى مسامع أن هناك حالات من التعذيب والكذا وكان أيضا من ضمن السجناء الموجودين في مطار المثنى بعض من الشخصيات المعروفة التي أثار حولها لغط فيما سبق بخصوص وجود مافيات فساد وما إلى ذلك فالرجل يعرف موضوع السجون السرية ويعرف أنه الموضوع جدا مهم للشارع العراقي كون يعيد مشهد مثل ما تفضل الأستاذ مشهد النظام السابق مشهد السجون السرية فيما سبق مشهد التعذيب وهذا شيء غير مقبول نحن اليوم في دولة ديمقراطية تدعم أسس حقوق الإنسان المعترف بها من ضمن عصبة الأمم المتحدة وبالتالي هذا الموضوع لا يمكن أن يمر مرور الكرام أما موضوع اليوم اللجنة المقدمة من قبل سادة النواب بالتأكيد نحن اليوم نؤكد على موضوع ممارسة الدورة التشريع والرقابة لسادة النواب واليوم التقرير هذا يمثل خير دليل أن سادة النواب يقدمون ما بيستطاعها لكن الموضوع المهم هو التوصيات التي قدمتها هذه اللجنة هذه التوصيات يعني بحجم هذه الخروقات يحتاج أن تكون التوصيات برأي أن تكون على مستوى أكبر من ناحية مجرد مفاتحة مجلس القضاءة الأعلى أو مفاتحة رئاسة الوزراء هذا ما يمتلكه مجلس النواب يعني مجلس النواب ليس بسلطة تنفيذية حتى تعمر بفضل السجون أو فتح السجون أو كلاهية نعم صحيح لكن التوصيات هي أن تبين ما بيستطاعة الحكومتين أو أفواً القوتين التنفيذية والتشريعية والقضائية ما بيستطاعتهم أن يقوموا لمعالجة هذه الخروقات مع وجود توصيات خاصة بالمؤسسة التشريعية أننا نحن اليوم نوصي أن تقوم اللجان الفنية كذا وكذا وحسب موجودة أكون لجان قبلها وصلت مثل لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الأهوار والزراعة هناك توصيات خاصة بمجلس النواب تفاتح بها المجالس القضائية أو التنفيذية من أجل الشروع بها ويأخذون رأي بياناته ويصير محظر مشترك يعني بعد إداريات الدولة فبالتأكيد نحن اليوم نأكد على هذا الموضوع لكن هناك موضوع ثاني ألا وهو الرأي العام الرأي العام عادة ما دائما يطلب لمحاربة الفاسدين القبض على الفاسدين وحتى وصلت إلى بعض الأحوال إلى إعدام الفاسدين لكن عند محاولة الحكومة في أي مرة أن تقوم بعمليات اعتقال لأي فاسد من الفاسدين تكون موجة الرأي العام معاكسة لما طالبت به بالمرتبة الأولى يعني هناك اليوم إحنا أستاذ أحمد نعم اليوم أنا ضد الفساد جملة وتفصيل نعم وكل حلقة أتحدث عن الفساد طبعا هذا دور الإعلام لكن عندما نتحدث عن الفساد يجب أن نتحدث بأن الأمر يتم بصورة قانونية ودستورية حتى لا نخترق حقوق نعم أو لا نتجاوز على حقوق الآخرين أكيد الآن أحد الشخصيات التي ذكرها أستاذ سعد قال أحد الشخصيات عند عقد ويد دولة يعتقل ويعذب هذا رأيي ضيف موجود يمك الآن الرجل هو مسؤول عن كلامه أكيد طبعا الشخص يعتقل ويعذب من أجل أن يترك عقد هو متعاقد به مع الدولة العراقية من أجل أن يسحبه لشخص آخر هذا انتهاك له مانتهاك بالتأكيد إذا كانت هذه الادعاءات أو الأمور الثابتة الحقيقية بالتأكيد هذا يمثل خرق لكن لا ننسحنا اليوم السيد الكاظمي مثل ما تفضل أستاذ سعد أنه هو رجل إعلام رجل عنده مجسات خاصة في الإعلام في وسائل التواصل ما من الممكن أن يضطع على روح الأزمة فيما يخص شروع عقد من مكان إلى آخر أو من شخص إلى آخر من دون وجود أدلة وبيانات وكذلك البرلمان عندما قدم محضر لجنته قال في إحدى الفقرات جميع الاعتقالات تمت بطريقة مخالفة للقانون وفي السجن خاص وهذا الأمر مخالف للدستور العراقي المادة 19 على 12 باء من الدستور يعني مو مالتآني ما هو الدستور الذي تعمل به الدولة نحن مؤيدين لهذا الموضوع أستاذ ونحن ما قلنا أنه اليوم موضوع وجود سجون سرية هو غير مخالف للدستورة و للقانون لكن اليوم على الحكومة ابدأ دعم أكبر للجنة مكافحة الفساد و أيضا الاشراف على العمل هذه اللجنة بشكل مباشر حتى لا تكون هناك خروقات هذه اللجنة لماذا لم تلقي القبض على حيتان الفساد الكبار أكو حيتان وأكو أسماك صغيرة بالضبط أكو حوت وأكو سمتشة صغيرة يعني نحن عندنا بالعلاقة نقول أكو زورية وأكو قطان أو شبوت فأنا من أروح أنزم الزورية هاي ما تشبعني أنا أريد أعرف لماذا لم يلقى القبض على الوزراء الذين أثروا على حساب المال العام على الوزراء الذين هدروا 60 إلى 50 مليار دولار في وحدة من الوزارات على الوزارات التي للآن خلال عام 2020 لم تعطي من الحصة التموينية إلا أربع أشهر و 8 أشهر بدون الحصة التموينية وهي أموالها مصروفة من الموازنة الاتحادية فبالتالي هذا ملف فساد منظومة الفساد بالعراقية منظومة معقدة و متشابكة القيوط يعني لا يمكن تفكيكها من خلال القبض على فاسد أو اثنين أو حتى حوت أو حوتية من اللي انتقلتهم لين الموازن لا إذا أقول قبض على حوت واحد البقية كلهم يخاف لا لا أبدا موضوع مهيشي ما دام أكو مال و ما دام أكو قوة من المستحيل أن يكون القال قبض على حوت واحد أو حوتية أن يقدر يفكك هذه المنظومة ولا كان شفناها وياكارتيالات المخدرات بكولومبيو و غيرها من كانوا يلقون القبض على الرؤوس الكبار تبقى المافيات الصغيرة الشقالة لكن الموضوع هو أعقد من ذلك بالكثير كانت هناك بعض المحاولات في زمن الحكومات السابقة و من ضمن زمن الحكومة الدكتور العبادي عندما قام بيستدعاء وزير التجارة السابق و قام بيستدعاء أعتقد أحد الوزراء الثانوين و تم القال قبض عليهم و أيضا كانت هناك لجان تحقيق مع الوزراء السابقين لكن أرجع وأكد على موضوع الرأي العام الرأي العام عندما يطالب بمحاربة الفساد و القال قبض على الفاسدين و عندما يتم هذا الموضوع يكون الرأي العام مخالف لهذا الموضوع و يكون هناك موجات تحاول من تصغير من همم الدولة لمحاربة الفاسدين أنا وي الحكومة لكن مغريب أنه الحكومة العراقية يلقى القبض على سارق جيس طحين و ينحكم سالسنوات و وزيرة تسبب بهدر 41 مليار دينار تحكم بسنة مع وقف التنفيذ موضوع القضاء و موضوع كل الدعاوة هذا فساد لو مفساد أكيد فساد أيهما أكثر ضررا على الدولة العراقية لكن مثل ما تعرفك قوانين في القضاء هي اللي تبيح مدة الحكوم لكل من المتهمين ماذا أقول لك اللي بايق مال الطحين يستاهل ينسجل ستة عشر و خمسة عشر سنة لكن هي هاي قوانين موجودة في تشريع الدولة العراقية وهذا ما يجري به القضاء العراقية استاذ ساد إليك التأليق أنا اليوم أخذت شيء سطحين نحكمه ستة سنين وقبال الوزير أخذ 41 مليار دينار ينحكم سنة مع وقف التنفيذ أريد تحليها شر البلية ما يضحك يعني للأسف الشديد هو الانتقائية في القوالين طبعا قانون من وضع وضع لأسباب ومن قاله من سنة إلى ثلاث سنوات حبس البسيط أو الحبس المشدد من قاله من خمسة إلى عشرة إلى أسباب ينظر لأمر الشخص لحجم المخالفة القانونية كثير من الأمور تنظر فيها فيعرضوها يصدر القرار لكن عدنا شواهد بالتاريخ للحال المعاصر يعني شخص يعني يعفى أو يحكم سنة وبعدين بحكم مؤجل لأن شاب في مختبر عمر تذكروها نعم تهريب سجين لتهريب سجين هذا الشخص هذه السيدة وزيرة تحكم بسنة مع وقف التنفيذ وكثير من هذه الحقيقة لكن نشوف إنسان بسيط يرتكب مخالفة يزجل ويغرم ويبتل على عمره فهي هذه الانتقائية طبعا يعني دليل وإشارة واضحة على أن النظام السياسي العراقي مختلق وأن النظام السياسي العراقي وأحزاب السلطة التي حكمت العراق والتي كانت لها حصة أو حصص في الدولة العراقية هي بالتأكيد تتحمل نتائج هذا الموضوع أول ما صارت مع المحاكمة مع المحاربة الفساد أنا نزلت تغريدة بوقتها طبعا رحبنا بهذا الشيء بكل قوة وكتبت لكن أتمنى أن تكون شفافة يجب أن تكون محاكمات علنية وشفافة لأننا متعودين على الأنظمة بشرق الوسط الأنظمة تستخدم القانون لمصالحها الخاصة والأنظمة تستخدم هذا القانون لمعاقبة خصومها السياسيين فالآن نشدد أو أكد وأشدد على أن المحاكمات يجب أن تكون علنية ويجب أن تكون شفافة ويجب أن يحاسب كل من يخرق القانون من ضمن الفقرات التي قدمها محضر لجنة البرلمانية المحضر 148 يقول أن بعض المتهمين لم يعرضوا على قاضي تحقيق رغم مضي مدة بلغت أكثر من 20 يوم وهذا مخالف بأحكام الدستور الملازمية يعني هذا وفق أي شيء تم إلقاء القبض عليه أو بقاء معتقل على أي أساس هذا أسلوب كانوا يستعملوا البعثية ويخلونا فترة حتى يعني نرخة أو حتى شلون ينقعونا ينقعونا بالمي كان على قولة البعث يقول أن نقع بالمي يخلونا فترة وبتعاموا مع الآذار النفسية قبل ما يدي التحقيق قبل ما يدي التحقيق فهذا يخلوه فترة بالسجن بظروف جدا سيئة حتى من يحضر للتحقيق وراء 20 يوم يكون هو رجل أو شخص يعني مستعد ليقبول بأي تهمة سيد سعد ليش كل الحكومات تتحاكم فقط الصغار ما تحاكم الكبار ما يقدرون الكبار يقيلون يقيلون الحكومة بيكملها أنت تتكلم عن نظام سياسي مبني على أساس المخاصصة كتلتين سياسيتين كبيرتين أو ثلاث يعني كتل سياسية كبيرة اثنين كبار وواحدة صغيرة ظلوا منتفعين من النظام مستحيل يحاسبوا طبعا نضيف على عراقيون مستحيل يحاسبوا النظام سالة من أربع وقف الشيع من أموال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية صندوق المتقاعدين ما للعمال ما للعمال ذول الكسب الفقرة يعني المنتهين المنتهين أخذوا من فلوسهم دي يرصدوا لهذا يعني هذا المو المخالفة المشترك هذا المو راح يكون مشترك ما بين وزارة العمل وشوء الاجتماعية وما بين ديوان وطف الشيع اي ليش ما أدري شنو الورث من هذا ما أدري يعني فهذا طبعا هذا كلام عن نقلا عن الأخ جسين العقابي جسين العقابي نعم هو أضو برلمان أضو لجنة القالونية وهو متصل بلجنة النزاهة متصل به هيئة استثمار بغداد متصل بحيئة الاستثمار الوطنية متصل بكل الجهات وسائلهم عن شرعية هذا العقد اللي حاول لي برمو فانت منهيش ناس أكو موجودين بهذه القوة وبهذه الأموال تقول لي ما مستفادين حبيبي تقول لي ما مستفادين لا والله مستفادين ونص الناص اللي باستفادها الحكمة مستفادة الكتلتين الكبيرتين اللي خاف نجيب اسمهم مستفادين ليش خاف نجيب اسمهم مو دولا ما عادهم مليشيات ما عادهم مرقا شرعي بنيتي وحايدا شرعي بكرة مثل لي الآخرين يخافون المهم فالوضع هذا يعني حقيقيا الآن شوف أنا يعني أنا قاطع يعني تقريبا حالة يأس لو لا رحمة الله سبحانه وتعالى بس قاطع يأس من دولة يصلحون يعني مستحيل يصلح لنظام هذا النظام لن يصلح ولن يتمكن من حكم العراق وبناء دولة عراقية حديثة هذا النظام حتى الانتخابات القادمة مصممة لإبقاء هذه الأحزاب السلطة وأضحك على عملية الاعتقالات كانت بانتقائية؟ طبعا بانتقائية مية بالمية طبعا أكو ناس فازدين تم اعتقالهم وحكموا وهذولا يستحقون العقوبة بس ما يكون أحد يستحق التعذيب لو يكون أكبر مجرم ما يستحق التعذيب التعذيب وسيلة غير حضارية غير جائزة أنت عندك أدلة بدل ما تبسطى وتأخذ مننا اعتراف وهذا اعتراف كثير من القضاءات الشرفاء ما يقبل بأعتراف يقول لك هذا اعتراف بالبسطة لعنى بالإكراه كثير من القضاءات الشرفاء فأنت عندك أدلة عندك عقود وعندك تفذية المال عام وعندك هذه هذه تجيبها تخليها قداما أنت هيا سويتها لو ما سويتها ما يقل يقول لك ما سويتها توقيع عكياتها أنت موقع هنا أنا هيا تعرض للقاضي وعرضوها يحكم ليش عذبه ليش يخليسي عشرين يوم بالخل أنا وما أنتظر شوي يرخى ليش ما كدعي خلال أربع عشرين ساعة أرضى على القاضي عندك الأدلة برسها للقاضي وعلى ضوء حكمه حكمه مئة سنة سجن ليس سبع سنوات حكمه ألف سنة سجن إذا عندك أدلة بس لا تعتدي على كرامة كإنسان تعذبنا بوقته وأعرف شلو التعذيب يعني شلو إهالة اللي يتلقاها الإنسان بالتعذيب من شخص أنقس من جرو أنقس من حشرة يجي بسطك وهو يعني تبيع هو هو وجوده وكيانه وعشيرته وخلفه ما يسوى لعانه هذا يجي هينك ويبسطك ويسيب أهلك ويسيب عشيرتك ويسيب الأولياء ويسيب الأنبياء زياد وهذا الشخص هو أتفه من التفاهة هذا ما يصير هذا التعذيب شفناه عشناه ما يصير يكرر لإنسان آخر في العراق الجديد ما يصير إنسان يعذب هذا العراق نحن عراق القانون عراق الحرية عراق التنفس للسعادة خلاص من صدام ونظام القذر نريد نظام يعني منصف نريد نظام يعيش العالم بأمل الخير هذا ما يكون خير بس خلونا نعيش بأمل أنه باتش رح يصير خير ما هذا شيء أقول استاذ أحمد من ضمن فقرات المحضر تقول أن المحكمة التي عرض عليها المتهمون هي محكمة خاصة لا يتم إحالة الملفات إليها إلا بأمل رئيس الوزراء حصراً وهي لا تمتلك اختصاصاً نوعياً ولم تتشكل بموجب قانون التنظيم القضائي مع وجود محاكم مختصة بقضايا النزاهة والإرهاب ما زالت مستمرة بأداء أستدخل تذي صدام حسين ما قدرنا نحاكم إلا إلا البرلمان أقر بتشكيل محكمة خاصة صدام حسين اللي ماكوا أثنين يختلفون على إجراءه يعني دمويته ما قدرنا نحاكم إلا شكلت محكمة خاصة فمحكمة خاصة ما تشكل إلا بقانون عفر لا 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 الآن هذا كيف تم الأمر والله يمثل ما تفضل للأستاذ إذا لم يوجد هناك أي غطاء قانونية أو تشريعي لتشكيل محكمة خاصة فبالتأكيد يمثل خرق بالدستور ومثل ما منوه اليوم بالتقرير الموجود أمام جنابك فبالتأكيد نحن اليوم كجهة سياسية كجهة سياسية صاحبة مشروع وطني وبعدها أي تمثيل في الحكومة التنفيذية الحالية ولا السابقة وانتهت منهج المعارضة في الحكومة السابقة وأيضا نحن اليوم داعمين للحكومة الحالية لحساسية المرحلة المتمثلة بها المرحلة الانتقالية وصولا للانتخابات منذكرة فبالتأكيد نحن اليوم نشدد على أي موضوع يخص المخالفات الدستورية نشدد على أن تكون هناك إجراءات رادعة لوجود أي محاكم خاصة غير مشرعة بقانون أو بوجود سجون سرية مثل ما منوه أو مذكور في التقرير الموضوع الثاني اليوم الحكومة العراقية تحتاج أيضا أن تضاعف من جهودها من ناحية مراقبة أداء اللجان التي قامت بتشكيلها لأنه في الآمن الأخيرة كثرة كثيرا اللجان المشكلة في كل الموضوعات المختلفة منها اللجان مكافحة الفساد منها اللجان الشؤون الأمنية منها اللجان وكلها دصير بها أخفاقات على مستويات كبيرة فبالتأكيد اليوم الحكومة أيضا مطالبة بدورها أن تكون هناك رقابة حقيقية أن تكون هناك إجراءات حقيقية للردع والكف من وجود هذه المسائل التي من شأنها أن تعرض العملية السياسية برمتها إلى اهتزاز كبير قد لا تتحمل نظرا لعدم استقرار العملية السياسية الموجودة حاليا غالبية الأحكام القضائية التي صدرت ضد الفاسدين هي أحكام غيابية يعني وراء ما يطلع يرضا نحكم بل هو خبتان هنا ليش ما ألقوا القضاء عليه لأن هناك واضحة المعالم هناك جهات تقف أو تحيل دون من أن يدخل هؤلاء المحاكمون غيابيا إلى السجون أو إلى منتعضوا بالانتربول يعني عندك اتفاقوا بالانتربول خبتز عليهم يلقوا القضاء عليهم ويجيبهم بالتأكيد هذا الموضوع ليش قسم يتم القضاء القضاء عليهم ويجيبوهم وأكو قسم ما يجيبوهم ليش ما الأمم المتحدة الدخلت في انتخابات 2018 بعد ما وصلتها دلة أنها هي انتخابات كانت غير نزيهة وكانت به نسب كان بإمكان رئيس الحكومة في فترتها رئيس الحكومة في فترتها كان بإمكان إلغاء نتائج الانتخابات وكان من الممكن أن يدخل العراق في دوامة مظلمة لا يتكون النجاة فيها إلا للنار والحطام والرمات يعني هذا الموضوع دائما نتكلم به في وسائل الإعلام أنه العراق في عام 2018 إنما ظهرت نتائج الانتخابات وثبت التزوير الموجود في الانتخابات والنسبة العالية كان هناك خيار لإرطاء نتائج الانتخابات ومن ضمن أداء رئيس الحكومة هو مكافحة الفساد وتزول الانتخابات يعتبر أكبر فساد في العملية السياسية باعتبارها سيؤدي إلى عملية سياسية فاسدة فلماذا لم يبادر رئيس الحكومة في فترتها وهو رئيس اتلافكم 2014 إلى 2017 نهايث كانت حرب مفتوحة ضد داعش عبرنا الحرب بدينا أنت الآن أنت طلحت الموضوع أنت شوكت صادت عندك الانتخابات أنت الآن أنت اللي طلحت الموضوع وقلت أنه نحن في 2018 الانتخابات اتهمت بالتزوير والأمم المتحدة وسطتها نحن ننتظر اعتلاف الأمم المتحدة لو نحن كحكومة وكدولة نتصرف بها نحن غير نشوف مصلحة الدولة ومصلحة الشعب أولا إذا ما كانت مصلحة الدولة والشعب بتمرير انتخابات تشوبها مزوّة هذه الإرادة العامة كانت متجهة نحو هذا الاتجاه كان الإجماع السياسي الاتجاه نحو هذا الاتجاه إجماع سياسي له قضية مخالفة الدستور إجماع سياسي بالإضافة إلى أجماع أممي أن تكون هذه الانتخابات مقرة وشرعية يعني إجت تعليمات من بره قال له للسيد حيث اللعبات قال له له لا استمروا عفا مو إجت تعليمات من بره لأقول لك كان الإجماع والرأي العام كله في هذا الاتجاه وكانت المجسات الموجودة بالشارع تقول لنا إذا لم تكن هذه الانتخابات نتائجها مصدقة وشرعية ستكون هناك ربما حرب أهلية يعني ليش ربما يعني بالتأكيد كان يعني يعني كشف عملية تزوير في الانتخابات والتي ستؤدي إلى قيادة البلد يا استاذ حرب أهلية خير من أن ينهب البلد بهذا الشكل لا استاذ الدم غالي خلينا نكون الدم غالي تقتل بالشوارع جاي اللي يفتح اللي يحشي لحشايا يقتل اللي كذا يعتقل ويوصلنا نعم قد تكون حرب أهلية أمريكا قد ينتقدوني عليها بس أمريكا كتبوا الدستور وسبعين سنة يلا استقرت أمريكا وربط حرب أهلية يعني بين الشماء والجنوب بين الشماء والجنوب أكم مرات أنت لازم توصلها للحد الأقصى إحنا حانينا من حرب أهلية حتى ده ما كانت حرب أهلية كانت مؤجلة إحنا مرات يكون توصل للحد الأقصى حتى تحل المشكلة توصل للحد تكسر العظم مثل ما يقولون أما أنت تبقى الدارية تبقى تأجل المشاكل كل ما تصير أزمة تؤجل الأزمة للمستقبل وهكذا إحنا ده عايشين من 2005 إلى اليوم تأجيل الأزمات وهذه الأزمات بدأت تتفاقم ووصلت إلى مرحلة بعد ما نقدر يعني أزمة وصلت أكبر من عندنا واليوم الآن يعيش العراق أزمات أكبر من حجمه الطبيعي أستاذ ما من الممكن دعوة أي حرب أهلية لماذا قلت سوى حرب أهلية لا 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 أقول لازم لا أقول لازم سوى حرب أهلية السياسية إذن نحن عمليتنا السياسية الآن فاسدة أم نزيها فاسدة ما يحتاج لها ما يحتاج لها ما يحتاج لها أن أول الموضوع بغير تآويل اليوم إحنا أمامنا وقائع وأرقام الأرقام تقول أنه كان هناك تزوير بالانتخابات ومن ثم أتت حكومة شكلت الحكومة كانت غير مستقرة والدليل عند أول تحدي لها فشلت الحكومة وانهارت فبالتأكيد هذا يعني شفنا ومشكلة أرقام نعم صح ومشكلة أين المشكلة الحكومة الانتخابات المزورة أنتجت برلمان وهذا البرلمان غير قانون الانتخابات يتناسب مع المزورين هي المشكلة هنا هنا القانون الانتخابات هذا الجديد المزورين هم فصلوا لهم على قدهم على قدهم طلعت تشرين والأغلب منها أدها من ذلك قالوا 25% من الانتخابات تصير بالبطاقة الإلكترونية و75% تصير بالبطاقة البيوماترية صح شنو معناتها يعني 25% هي حصة هي رح يصير تزوير هي حصة التزوير يعني نطونا حق نزور 25% من الانتخابات وتسووا قانون انتخابات يسمح لهم بتزوير 25% من نتائج الانتخابات صح وطبعا بال75% هم رح يزورونهم فإذا انت علي نتائج انتخابات ترضى عنها هو حرب أهلية بتصير باوا هذه اللعبة اللضحكوا علينا بها إنه لو توافقونه نسوى حرب أهلية هو من نسوى حرب أهلية ماكوش الفكرة ماكات موجودة هي بالون أطلقوه لو توافقونه وحرب أهلية ماكو حرب أهلية عزيزي أرجع إلى موضوعنا نعم ماهو الفرق بين عمل هذه اللجنة وعمل هيئة النزاهة من جهة ولماذا لم يتم إشراك لجنة النزاهة النيابية باعتبارها لجنة برلمانية تضيف الشرعية على عمل هذه اللجنة هيئة النزاهة هيئة دستورية قانونية تعمل ضمن القانون العراقي تعمل بأسس القضاء العراقي تعمل بأسس القانون يعني هيئة النزاهة مجد تهجم على جهة وتعتقلب بالنص الليل وتودي والضمة في سجن سري. حتى زا ما سوى هذا. حتى زا ساعدنا احنا في حد الدوار اللي قريب مع ذهب. عدهم أدلة جتهم. نصبو كمين. شافوا الاشتخص هذا. جوا بالأدلة. قالوا لها الأدلة. هذ انت مخشادمي. فضلوا يا نا. فضلوا يا نا. أخذوه. ذاكوا بالسجن. أهلا يشوفوا وكلوا له محامي. وكلوا له قاضي. يعني حيات محامين عدة أفراد. أهلي يزوروا يشوفوا طلبوا يفراج عنه بكفالة. يعني أكو تواصل وأكو عمل قانوني. هذه هيئة النزاهة الوطنية. هيئة النزاهة اللي هي. هي مسؤولة عن ملفات الفساد الكبرى. هذا هو العمل قانوني. دليل عندي. أتحرك على أساس الدليل وعندي قضاء. عندي قاضي بالهيئة النزاهة. القاضي جيب للأدلة. يشوف الأدلة. دليل واحد. اثنين. اثلاث. اربعة. شي يصدر. يصدر أمر يلقى قبض. يشوف الأدلة ومر وبعدين يصدر أمر يلقى قبض. فايل موجود. المحامي يقدر يشوف الفايل. الحق يطلع على الفايل. والآخرين من الحق يطلعون. المدعي العام عنده نسخة. فريق الدفاع عنده نسخة. ويتحدثون. هذا يجيب الدليل. وذاك يجيب دليل. هذه هي العملية الصحيحة لإدارة الدولة. أما يجيب نصليه. لأعتقل واحد. ما الذي يسوي به. واحد صار عنده سكر. ورادي يموت. واحد بطيئة تلقى سراحة. لا. مهيش. مهيش نهائيا. هذا مو الطريقة الصحيحة. اللجنة الحالية المشكلة يا أستاذ أحمد. هي مشهد مكرر من كل حكومة. السيد العبادي قال لجنة مكافحة فساد. السيد عدل عبد المهدي قال المجلس الأعلى المكافحة الفساد. اليوم السيد الكاظمي أيضا لجنة مكافحة الفساد. كل اللجان تشبهت بالعناوين. والمضمون قد يختلف من اللجنة إلى لجنة أخرى. لكن كل اللجان ما انقبضت عليهم أرجع أكررها من جديد. زوري. مو سمجي لكبال. صح. صح. ما يقدرون. ما أعتقدك هو. شنو الغاية من هاي اللجان إذا كانت غير قادرة على أداء أملها؟ أرجع وأقول منظومة الفساد. منظومة معقدة متشابكة. لا يمكن حلها عن طريق لجان ولا يمكن حلها عن طريق مجلس. لعد على شنو ما تفعلين هاي اللجان؟ هذه اللجان تحاول أن تحد من قيم الفساد وتحاول أن تبعث رسالة للفاسدين بأن الفساد لا يمكن أن يطول طولا وعرضا من دون رادع أو من دون أحد ممكن أن يوقف هذه نزوات الفساد. هذا اللي أقدر أقول لك يا آني. لكن في الحقيقة الموضوع أعمق من ذلك بكثير. اليوم حتى بعد وجود اللجنة اليوم أعمق لدرجة أنه هناك زعامات سياسية توقف أداء هذه اللجان بتليفون واحد. موهي. موهي. لا 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 لا. أنا أعتقد هذه اللجان هي إشارة للفاسدين استمروا بعملكم يعني ما لكم علاقة اشتغلوا الكبار الفاسدين كبار اشتغلوا بعملكم موهي. ما لكم علاقة يعني من لها شكلنا لجنة فإذا أنتم بخير وبدعم الكبار ما يحاسبون فأيهي. هذه مو منظومة الدولة لا. هذه مو منظومة باقي. هذه مو منظومة سقب. سقب. لا. هل نقول إحنا؟ لا. هل نقول هل نتا نتا انتخابات 2018 هذه اللي وصلت إلى هذا اليوم. بالضبط احنا أكدنا على هذا الموضوع لكن بالتأكيد يعني وجود اليوم لجنة تحقيق الفساد يعني هو مو موضوع أنه إحنا اليوم نبعث فسادة اطمئنان للرؤوس الكبيرة أو الرؤوس الفاسدة بأنها اليوم هي في مأمن أو في اطمئنان لكن بالتأكيد هي رسالة أنه يعني هل بالإمكان هل بالإمكان لجان مكافحة الفساد وهيئة النزاهة واللي سمعنا أنه الدعش وزير و23 وزير و24 وزير و50 محافظ و60 مادر الشنوك على قوصة الدولة بعد علي من ذلك وألف وما أعرف شقد مديرها متهمين كل 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 إذا ما أجمعهم يعني كأنما المنظومة كاملة هؤلاء متهمون بالفساد وأن القضاء سيطالهم وأن هذه اللجان سوف تلقي القبض عليهم وتحقق معهم ويقدمون لينالوا جزائهم العادل لهدرهم المال العام والفساد هذولا كلهم راح نشوفهم اليوم الحكومة أمام مرحلة صعبة جدا متمثلة ليست فقط من الانتخابات وأنما هي وحدة من مهارة هسن الانتخابات استابح الانتخابات تتأجل المنهاج الحكومي اللي صادق عليها البرلمان اللي هو اليوم ضمن الحكومة العراقية حكومة السيد الكاظر مما قدمت منهاج حكومي قدمت منهاج وزاري منهاج وزاري من ضمنها كان من طالبوها برنامج الحكومة قالتهم ليش ما هو هذا المنهاج الوزاري مهي سويتها سوء خلي أنا أطيك يا هالمعلومة نعم فبالتالي وبالضبط ما دام تعرفها فهي جلت بثلاثة شروط أنه انتخابات مبكرة حصر السلاح بيد الدولة وتأجل وتأجل وراح يتأجل ضمن موعس احنا ما نقدر نتكهن بالمشاكل مثل ما اتكهننا احنا بالسادس اتكهننا بالرابع نتمنى بالعاشر وتأجل للسادس وقلنا السادس ما تصير وصار بالعاشر والعاشر هم يسر حصلت السلاح سيد أحمد سيد أحمد سيد أحمد بس خلق لك شغلة المرجعية في خطابها أكدت أنه تتطلع حياة للانتخابات المبكرة في العام المقبل قالت العام المقبل خلاص رئيس البرلمان بعد ما أعلن سيد الكاظمي أنه يوم عشرة ستة الانتخابات طلع قال لا أبكر وأطالب بحل البرلمان وغيرها طلع أبكر أمين أيضا لكن ما صارت أنا مؤمن أن الانتخابات ستجرى فيها الشهر العاشر هاي نقطة نقطة ثانية حصل السلاح بيد الدولة حصل السلاح بيد الدولة هناك مساعي من قبل الحكومة لحصل السلاح بيد الدولة لكن ليست بالمستوى المطلوب هناك بطء في التنفيذ هناك اختراقات وخروقات واضحة بهذا المجال لكن اليوم الحكومة تحاول قدره ما استطاع و أنا لست بصدد انتفاع عن الحكومة ولست متحدثة منها لا أنا تجايد دافع عن الحكومة لا أنا مده أدافع بس لا أقول أكو إجراءات ننشوفها لكن هي بطيئة إجراءات يعني هل الحكومة استطاعت أن تمسك من يمتلك السلاح لا ما استطاعت سوء من العشائر أو الفصائل إذن هذا الاختبار الثاني هذا الاختبار الثاني همنا الثالث هو الفساد اللي هو هاي شكلة اللجنة في عالم وديو وأنه تحاول اليوم اللجنة ألقت القبض اللجنة ألقت القبض على مجموعة عدد الموقفين الكل 28 يعني هاي الدولة هذا الفساد كله بس دول 28 14 طلعوا بكفالة واللي صدر بحقهم عوامر قبض ولحد الآن ملازميهم 29 وهي دائما كانوا الناطقين والتحدثين باسم الحكومة يقول لك احنا نحاول أن نفتح الخيوط للقبض على الفاسدين فالظاهر أنه هذه واحدة من الخيوط التي حاولت الحكومة أن تفتحها وتفكش باكها من أجل القالة أنا أعتقد ونجح نجح الكائل الأخ يعني الحكومة العراقية كلها بملف واحد وهو حصر سلاح الدولة بيد حصر سلاح الدولة فالسرحة والله يا عزيزي والله الظاهر بهذه نجح نجحة الحكومة مو هو كمنظومة سياسية برلمان وحكومة طبعا من نتكلم عن حكومة بالمناسبة أهلا من نتكلم عن حكومة بالمناسبة أقصد بيه البرلمان والحكومة يعني سلطة التنفيذية والتشريحية عذرا للمقاطع لأن أبد مبريء البرلمان استساعد استساعد قيادة في تحالف الفتح اللي هو السيد كريم عليوي يقول أن هناك مؤشرات فساد على أعضاء في لجنة مكافحة الفساد ببعدة قيس قيس بعد أنا ما لدخل هذا التصريح للرجل نعم نعم أنا ما عرف ويطالب بضرورة استبدالهم فورا هسا أنا هذا هو مسؤول عن كلام ما عرف حق ما عرف الموضوع شنو وما عرف يعني ما عندي تجربة شخصية مع الأخوة لجنة مكافحة فما عرف فما قدرت تكلم بالموضوع بس أنا أقول يعني أعرف يعني ناس تعرف ناس اللي هم معتقلين ويعني واحد بعدهم لو حرامي ما شنساكن ببيت متواضع جدا وسيارة مساكروبا يعني على الأقل شن عائلته شننفاحة شوية بيّن علي شوية شنراحة والتركية مثلا سفرة شنراحة ومفد مثلا فالسفرة خاصة شن بنقولهم فالمزرعة هي شي بيها مثل ما الوولد ديزني اللي تعرفها أنت شنسوله فالمزرعة مثلا عن دفيلة مو قاعد ببيت متشرقعة وزيارة متشرقعة ومرت المسكينة يعني كل شي ما قاعدهم ناس عاديين جدا يعني الثاني قاعد بشقة بله كلش بسيطة بس يعني حالهم حالنا يعني مو ما يعني ماكو أي رفاهية أو أي شي مبين عليهم يعني ما هو عنده فلوس بشكل أو بآخر تطلع من عنده إذا مو تصرفاته تصرفات ولده هذا الناس يعني ولده يشتغلون أمور بسيطة جدا كان قاعدوا بالبيت على قلبي يشتغلون مو يشتغلون شبه عمالة شبه مو عمالة بس شبه عمالة المساكين طيب ليش اختارت الحكومة هذا الشخص مهج ليه يدون منصب غير يعني هو موظف في في منصب معين يدون هذا المنصب يكسروا حتى يجيبوا الواحد من جماعته يعني على راتب المنصب ما أنت كان مفترضا يعيش حياة رفاهية أو متوسطا راتب لمو هو مو حرم وهي مشكلة هنا هو راتب عادل جدا لكن المنصب يقدر يسرق ما لا نهاية بس هو ليه المسكين المجال الشريف ما عنده يعني لو عنده هندفع 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 هش هو طلعه سؤال 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 خير يعني هاي ظروف الحالية اللي هي تدخل سياسي زعامات تخابور شخصيات تدخل نعم ناس إلها سلطة يجوز تلفونات تجي من الخارج صح على متهمين بالفساد راح تقدر الحكومة تحارب الفساد لا الفساد ما يحارب إذا ما يحارب من القمة كل الدول اللي نجحت في محاربتها للفساد حارب يعني نجحت عندما حاربت للفساد من القمة أنا ما الألزم هذا الشرطي اللي باب المستشفى يأخذ له خمسة ألاف حتى طبب لمريض أو المدري يعني هاي القضايا البسيطة أو واحد بايق نكي اللي وطحين على قول طيب تحتاج أدوات أدواتك أدواتك أدوات هي الدولة أدوات أستاذ أحمد وإذا كانت الأدوات هي أستاذ أحمد لا لا أستاذ أحمد يعني شنو يعني عندك أجهزة أمنية عندك جيش عندك شرطة أستاذ أحمد أنت أول مرة نظف الجيش والشرطة ستة ألاف جهاز أمن عندي وستة ألاف جهاز رقابي وتقول لي أحتاج أدوات نعم وإنت القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء ودعمك وبرلمان بطل بطل لك ومؤيد من القوى السياسية أفرنا محمد إذا عندك كل هذه وتقول آل أريد أدوات بطل لقاعد بيتك السؤالي إلك نفسي أستاذ أحمد حتى أختموا لك تدخل واتصالات وأوامر هي تجمع يجي تدخل في ضوء كل هذا راح نقدر نحارب الفساد يعني باعتقاد إذا لا بغير ممكن أنه تحارب الفساد إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية في محاربة الفساد اليوم هذه الإرادة قد تكون موجودة لكن كل رأساء الحكومة وكل السياسيين قالوا نحتاج إلى إرادة الإرادة أروح أشتريها من الخارج وأجبلهم إياه والله هذه بعد أشوفوا شون يدبروها بساني باعتقادي موضوع الفساد يحتاج لأدوات يحتاج لأدوات حقيقية متمثلة بأجهزة دولة قوية أجهزة دولة حقيقية اليوم موجودة لكنها ليست بالمستوى الذي ممكن أن تقارع وتجابه اليوم رؤوس الفساد الكبير تحدثت سابقا قبل أكثر من عام وقلت أن هناك صبي صغير سرق دجاجة لأنه جائع وحكم بسبع سنوات واليوم تحدثت وقلت بأن هناك رجل سرق أكيسا من الطحين لأنه جائع وسجن لست سنوات بينما السياسي الذي يهدر ملايين الدولارات يحكم مع وقف التنفيذ هذا ما يسمح به وقف التوك شو شكرا جزيلا لأضيف والأستاذ سعد المطلبي شكرا لك أستاذ سعد الأستاذ أحمد الويندي شكرا لك أستاذ أحمد أحبتي حتى ألتقيكم يوم غدين أترككم في علاق آمن